اشتركوا في القناة بعملية تيسير وتسهيل التصميم في هذا البرنامج وهي من مميزاته طيب الكالك تعني لنا طبقة نعمل بها على الصورة ونأخذ كمثال هذا التصميم هذه هي لوحة الكالك إن لم تكن ظاهرة يمكنكم إظهارها من فناتخ ثم اختيار كالك أو الاختصار F7 طيب لإزالة طبقة ما نزيل هذه العين الموجودة بالجانب مثلا هذه الطبقة عند إزالة العين تختفي من الصورة وعند إظهارها تظهر على الصورة هذا يعني أن كل جزء من الصورة في طبقة من هذه الطبقات طيب نضغط هنا ثم نختار option de panel نجد هنا أشكال العرض نختار الشكل الثالث ثم نضغط على limited de calc كما ترون تظهر لنا الطبقات بشكل كبير إذن هذه هي فكرة الكالك يعني يعمل لنا طبقات في الصورة لتسهيل العمل فمثلا إذا كنا نعمل في تصميم كبير نقسم التصميم على طبقات لكي يسهل علينا التعديل عليه طيب الآن نمر إلى طريقة التعامل مع الكالك مثلا إذا أردنا تغيير الخلفية نذهب إلى آخر الطبقات ثم ننشئ layer أو كالك جديد من هذه الآيقونة الموجودة في الأسفل أو من الضغط هنا ثم اختيار نوفو كالك أو رمز الاختصار shift ctrl n ثم تظهر لنا هذه القائمة هنا لنو نكتب اسم وهنا يمكنكم اختيار اللون كما ترون اللون الطبقة مثلا أنا سأختار الفير هنا المود وcapacity نجد هذه الخيارات هنا وسنشرحها فيما بعد ثم نضغط ok فنجد اللون هنا مختلف عن الآخرين نسحب الطبقة إلى أمام الخلفية ثم نغير لونها مثلا أختار اللون الأبيض ثم نجد اللون قد تغير طيب إذا أردت جلب طبقة أخرى من ملف مفتوح مثلا سأجلب أي ملف مثلا أريد أن أجلب هذه الصورة في هذه الطبقة أذهب إلى هذه الأيقونة التي شرحناها في الدرس الأول وهي طريقة العرض أختار هذا الشكل ثم أسحب الطبقة من هذا الشكل إلى هذا الشكل ثم نعود كما كنا كما نرى فقد سحبنا الطبقة إلى داخل الصمير إذا أردنا حذف الطبقة نضغط زر حذف في لوحة المفاتيح أو نسحب الطبقة إلى هذه الأيقونة الموجودة هنا كما ترون ثم تحدث وإذا أردت أيضا يمكنك الضغط عليها فتظهر لك هذه النافذة تسألك إن كنت تريد حذفات نضغط نان الآن نمر إلى هذه الخيارات فمثلا هذا الخيار هذه الطبقة إذا أردنا قفلها وعدم التعديل عليها نهائيا نختار هذا القفل كما ترون الآن لا يمكننا التعديل عليها نختار الطبقة مثلا إذا أردنا سحبها تظهر لنا هذه النافذة تقولنا لا يمكن التعديل عليها بجميع الأدوات يعني كما ترون بجميع الأدوات نلغي هذا الخيار وإذا ضغطنا على هذا الخيار هذا يعني أننا لا يمكننا أن نحركها كما ترون إذا اخترنا قونة أدوات التحريك لا يمكننا أن نحركها ولكن إذا اخترنا أدوات أخرى يمكننا أن نعمل بها مثلا أدوات التحديد يمكننا أن نعمل بها نختار طبقة أخرى مثلا هذه الطبقة واخترنا هذا الخيار هذا يعني أننا لا يمكننا أن نستخدم أدوات الفرشات كما ترون ولكن خيار آخر نستخدمه يمكننا أن نستخدمه وإذا أردنا تحريك أكثر من طبقة يمكننا الضغط عليها بتحديدها والضغط على زر control ثم تحديد أكثر من طبقة كما ترون وأيضا إذا أردت أن تحدد أن تحدد أكثر من طبقة يمكنك تدغط على الطبقة الأولى ثم تختار الطبقة مثلا هذه الطبقة بالضغط على زر shift ثم تختاره فيختار لك هذه الطبقات الآن نمر إلى كيفية جمع الطبقات في ملف مثلا هذه الطبقات نجدها وحدها في ملف واحد وهذه أيضا في ملف واحد إذا مثلا أردنا أن نجمع هذه الطبقات نحددها ثم نسحبها إلى هذا المجلد الموجود هنا وأيضا يمكنكم إنشاء مجلد بالذهب إلى هذه العيقونة ثم اختيار ونكتب الاسم هنا هنا يمكنكم أيضا اختيار اللون ثم نضغط ونسحب الطبقات إلى داخل المجلد نختارها نحددها ثم نسحبها إلى داخل المجلد كما ترون وكما ترون أصبحت في مجلد وبهذا نكون قد أنهينا درسة اليوم أتمنى أن أكون عند حسن نظر لكم وإلى اللقاء في درسين قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر